أكيدة فارس عندنا موضوع مرتبط بقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي عندنا قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا كان فيه اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي وكالعادة جمهور النادي الأهلي بينتظر دايما إيه اللي بيخرج عن مجلس إدارة النادي الأهلي والقرارات الجديدة نشوف مجلس إدارة النادي الأهلي وقراراته اليوم أهم وأبرز ما رشح عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم السبت 24 26 23 بمقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب الحقيقة أن المجلس في جلسته الممتدة منذ الأسبوع الماضي تناول عديد من الموضوعات كان في الصدارة منها تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي بالنادي ونطرح على حضراتكم مجموعة الأسماء التي تم الاستقرار عليها لقيادة النشاط الرياضي والأجهزة الفنية خلال الفترة المقبلة اعتمد المجلس في هذه الجلسة تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي كالتالي جهاز كرة السلة أوجيستي المدير الفني للرجال سيدات معه الكابتن طارق الغنام مدير فريق السلة الفريق الأول لكرة السلة رجال أما فريق السلة للسيدات فيتولى إدارته فنيا كابتن طارق خيري وقطاع النشئين والنشئات هناك خبير أجنبي يتولى القطاع وهو داني مانيه أسباني الجدسية هذا بالنسبة لجهاز كرة السلة أما جهاز كرة اليد فمستمر طبعا كابتن ياسر لبيب كرئيس للجهاز وأيضا مستمر المدير الفني الأسباني ديفيز أما المدير الفني للسيدات فهو الكابتن محمد عادل ومدير قطاع ناشئين وناشئات كابتن أحمد سالم كرة الطائرة يعني تم إرجاء إعلان الفريق الأول للكرة الطائرة رجال أما الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات فسوف يتولى الكابتن إبراهيم فخر دين والكابتن حمدي الصافي أصبح مدير قطاع الناشئين والناشئات للكرة الطائرة بالنادي الأهلي سيتولى رئاسة جهاز ألعاب الماء الكابتن والعزة فيما يتولى جهاز تنس الطاولة الكابتن أشرف عبد الفتاح كمدير جهاز أيضا رئيس جهاز ألعاب القوة هو الكابتن ياسر داود رئيس جهاز الجنباز الدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الكراتي الكابتن مراد عاصم وأخيرا رئيس جهاز السكواش والكابتن محمد عباس يعني دا تشكيل الأجهزة الفنية اللي اعتمدها مجلس دارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيم في هذه المرحلة كم للأمنيات الطيبة بالتوفيق للمسؤولين في النشاط الرياضي والمدرين الفنيين والمدربين ورؤساء الأجهزة في استمرار هذه المسيرة المظفرة وتحقيق البطولات والإنجازات التي تليق بالنادي الأهلي إن شاء الله ونلتقي دوما في مناسبات سعيدة أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأطحى المبارك كل عام وحضراتكم بخير ومصر والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء في سلام في أمان الله طبعا دي يعني أهم قرارات مجلس دارة النادي الأهلي النهاردة وواضح بشكل كبير جدا في حالة استقرار فيه فريق كرة السلة رجال وأيضا فريق كرة اليد مع جستي السلة ومع ديفيد زياد ولكن تم إرجاء يعني إعلان الجهاز الفني لفريق كرة الطائرة وده طبيعي جدا لأن واضح أن أنت لسه بتقمل مفاوضاتك مع مدير فني كف على غرار ما حدث فيه كرة السلة وكرة اليد وباقي قوي عناصر يعني الأجهزة شبه استقرار وشبه يعني منح السقة بسناء الكابتن حمد الصافي اللي انتقل من المدير الفني لفريق كرة الطائرة سيدات إلى يعني مدير قطاع الناشئين في الفريق أو كرة الطائرة دجال أو شباب وشبات بقى فطبعا كل التوفيل لكابتن حمد الصافي وطبعا مبروك لكابتن إبراهيم فخر الدين تولي منصب المدير الفني لفريق كرة الطائرة سيدات أعتقد فارس حالة من الاستقرار بيشهدها قطاع يعني ألعاب الصلاة في النادي الأهلي كنا نتكلم قبل الحلقة عن 35 كاس حققوا في موسم استثنائي وأعتقد ده بيمنح الفرصة أن يكون فيه تجديد ثقة في الأجهزة الفنية